تشتهر مدينة المطرية بالدقهلية بمهنة صناعة المراكب الخشبية ورغم تعرض تلك المهنة للإقراض إلا أن هناك من صمم على الاستمرار في المهنة ويبرع أهلال مدينة المطرية بالدقهلية في القوارب الخشبية والمراكب الشرعية في صناعة تعد من أحد مورثات التراث المصري القديمة باحترافية كبيرة ومهارة عالية تشتهر مدينة المطرية بالدقهلية بصناعة المراكب الخشبية فالموقع المتميز للمدينة دفع ما يزيد عن 90% من أهلها إلى العمل في مهنة الصيد حيث تطل على بحيرة المنزلة مباشرة ويبرع أهالي مدينة المطرية بالدقهلية في القوارب الخشبية والمراكب الشرعية وفي صناعة تعد من أحد مورثات التراث المصري القديمة أنا خط المهنة عن والدي إحنا شغالين في المكان هنا من زمان قوي أنا تعريباً بشتغل من ورعاً عن 8 سنين اشتغلنا في مهنة الفايبر جلس أول ما ظهر طبعاً وفر على الناس حاجات كتيرة قوي المركب بدل ما كان بيتعامل من خشب ومعجون وبوية الوقت المركب بيتعامل من الفايبر جلس بدل ما يعيش سنة يعيش 10 سنين صناعة المركب بتاخد وقت كبير قوي بتاخد صنعة جمدة قوي أكتر الشغل فيها يدوي لازم 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 يدوي صناعة المركب الخشبية تتطلب مهارات من صانعيها من أجل الحفاظ على سبات المركب وسط المياه وأثناء عمليات الصيدة بنصنع المركب أول حاجة بنعمل الترس بياخد معنا مثلاً حدود يوم والمحاف اختبالك وبنصنع بقيت بنجيب العدان الأول وبعد كده الارداف وبنبدأ بقيت نخلصها مرحلة مرحلة خدتبالك يعني العدان وبعد كده الارداف وبعد كده بقيت نحاول نخلصها فوق فبردوك يعني حدود بردوك بتأخد معنا بردوك قيوم أو اتنين فمرحلة مرحلة الثالثة ما تخش مثلاً الفايبر بنبدأ بقيت هو بقيت فيبر الشغل نروح نحن بقيت نشطة بنجهز لها البراويز بردوك بتأخد لها بردوك قيوم أو اتنين فتبدأ بقيت نخلصها خالص فبحث أنها تنزل تمشي في المياه وكده وديه آخر مرحلة المطرية مشهورة لأنها يعتبر المطرية ما شاء الله فيها أكثر نجارين اللي هم شغالين هنا فما شاء الله بيشتغلوا برا المطرية ما شاء الله كلها ناس كويسة بيشتغلوا وناس معلمين فهي دي أن المطرية مشهورة بالنجارة مراحل صناعة المركب تبدأ برسم مخطط تفصيلية يحدد التصميم والأبعاد ثم يتم تجمع المواد الخامة للبدء في تكوين الهيكل الداخلي للمركب مع تقسيمه لأجزاء وبعدها إعادة الهيكل الخارجي له وتغليفه صناعة مركب الصيد تستغرق من أسبوع لعدة أشهر وفقا لحجم المركب حيث تبدأ الأطوال من عشرين مترا وعرض خمسة أمتار وقد يصل طول المركب إلى أربعين مترا بعرض ستة أمتار ويستخدم في صناعة المراكب خشب أشجار التوت والكافور والسويد لمتانتها وقدرتها على تحمل مياه البحر المالحة